الاخطاء التحكمية وردة وبتحصل في كل المباريات وفي كل الدنيا هتفضل موجودة هتفضل مستمرة ومهما اشتغلت وطورت هتفضل موجودة اخطاء ولكن خطأ عن خطأ بيفرق بمعنى ممكن اتقبل ان في خطأ تقديري عند حكم خطأ في رعب ضرب الجزاء شايف ان في شد ما فيش شد في عرقلة ما فيش عرقلة رغم ان وجود الفار بيساهم وبيساعد في ده ولكن احنا عندنا في مصر بنستخدم الفار للأهداف والمصالح الشخصية اه للأهداف والمصالح الشخصية مين بيحب مين يعينه على الفار مين بيعرف مين يزبطه يحطه في الفار يجمع عدد مباريات مشاكل بقى هل في جمعيات هل في قصات معرفش المسألة في النهاية الهدف منها لما بتعين الناس دي على تقنية الفار انت بتحل مشاكل مادية ولا الهدف منها مشاكل فنية ولا انت هدفك ايه وانت بتخط حكام الفار في كل مباريات الدور المصري انا مش تلاقي فلسفة نفسي ألاقي فلسفة اللي وضحها الفيفا ومجلس الايفاب عشان تستخدم الفار زيك زي كل الناس ده مش شايفه في مصر وتاني هرجع وأكد الاهلي كان وحش والاهلي كان سيء وما كانش فيه حتى فرص مهضرة كتيرة تقول ان انت عايز تكسب كل ده موجود مش هنغير رأينا ولكن اخد حقي اخد حقي وهو فيه فرقة تانية على رمي التماس بتقلب الدنيا لكن انا في مطش الاتحاد ضربة جزاء يعني الناس كلها بتقول للاتحاد وانا قلت هنا مش ضربة جزاء وياها يعطوه طول الله لمست اليد مش ركل الجزاء واللجنة قالت مش ركل الجزاء بس اللجنة ما طلقتش اعلنت للأسف اللجنة ما طلقتش اعلنت بدل ما تشرح للناس وتسقف الناس وتفاهم الناس ما علنتش بس الاتحاد ما كانش لي ركل الجزاء والأهل كان لي ركل الجزاء كانت سليمة 100% واللجنة عرفة وما قالتش طب ما طلقتش منك الاهلي اللجنة مش نتلها توضح ولا كالعادة احنا نتلها نوضح ما هي اللجنة نازم كلها دور ايه دورها ان هي توضح للإعلام توضح للجمهور ما الجمهور ده عنصر من عناصر اللقبة هوي الناس في اوروبا لما بتزيع محادثات الفار ما تزيعش محادثات الفار لما تقول رأيك الفني كلجنة مسؤولة مش ده مطلوب منك كلجنة انك تشرح للناس الحالات التحكمية اللي فيها حالات جدلية ده مطلوب منك لكن بتضرب غطس ليه لكن لما نعرف ان الحكام اللي بتعينه على تقنية الفار حكام ما صفرتش في الدوري حكام ما عندهاش صلاحية انها تصفر في الدوري لا نسأل ليه وعشان ايه والصالح مين وبنجامل مين هو ده ما يباوصل ماتش يعني مش معنى ان الحكام الفار ده ما بيصفرش في الدوري كده المطلوب مش قانوني لا المطلوب قانوني هو لايسنس الفار ولايسنس صفارة في الملعب ده ليه قواعد وده ليه قواعد هو قواعد بتاعت انه يقض في تقنية الفار سليمة اوكي مفيش مشكلة بس خبراته فين يا جماعة فين خبراته فين كم المباراة اللي قادرها مش موجودة حتى على حكام الملعب كابتن محمد الحنف مليونة علم تستفهم عليه اختياره ليه وعشان ايه ماتش الاهل والبنك الاهل السنة اللي فاتت بسبب المباراة دي الحنف اتوقف فترة كبيرة جدا لانه كان على تقنية الفار ومداش للبنة قرار ان فيه لمس تدى العيمن اشرف ومع ذلك النهاردة اللجنة بتعينه في ماتش الاهل والبنك الاهل ليه برضو انا مش عارف وكمل اخطاء والمعايير والاعتبارات العكس بعض دي فاول دي مش فاول رغم ان دي قد دي بس معاييره مش مفهومة طيب اللعبة اللي مش عايز اطول عليكم عشان اقدر استقبل ضيفي بعد الفصل لعبة رامي ربيعة بالمناسبة يعني نفس اللعبة دي كانت النهاردة موجودة في ماتش فارقه نفس اللعبة بالزبط واتحسبت هدف بس مع الاهل مش هدف ليه؟ عشان جايبين حد على تقنية الفار مش عارف قانون واللي بيصفر في الملعب ياما بيلقي المسؤولية على حكم الفار ياما هو كمان مش عارف قانون واذا كانت دي صح تبقى كارسة واذا كانت دي صح تبقى كارسة اكبر طيب لما نروح للاعبة رامي ربيعة يعني الحكم بيننا وبينكم ايه؟ بروتوكول الفار هي اللعبة لما جات في يد رامي ربيعة ولو نفترض ان هي لمسة يد رغم انها مش لمسة يد كمان يعني حتى كل قبلية التحكيم اجمعوا على ان الكرة عارضية واللعب ما رحش بيده ليه الكرة وبالتالي مش لمسة يد بس هنروح لها لمسة يد البنك الالي بدأ الهجمة طب ساعت هنا اللعبة بقى ايه؟ قدامكم على الشاشة ده ايه يا جماعة على الشاشة؟ ده مشروع تقنية الفار تقنية الفيديو ده المشروع بتاع تقنية الفيديو من الايفاب والالاتحاد الدولي بعته لكل الاتحادات مش جاي بحاجة من عندي عشان ليطلع يشرح يا اما يطلع يشرح وهو فاهم يا اما ما يتكلمش خالص بلاش جو الانتماءات والاهواء والحب والعلاقات بينكم وبعض والمصالح ثقفوا الناس وعرفوا الناس الصح من الغلط اخر فقرة عندك بتقولك ايه؟ اولا دي بنتكلم فيه على مرحلة الاستحواز الليجومي اللي هو الابي بي اللي مبارح كان بتشرح من كذا خبير في التحكيم وما كان شيء عايز يشرح للناس هو ايه الابي بي؟ الابي بي ده اختصار لكلمة اتاكنج موزيشن فاش ده الكلمة اللي هي اابي بي الاختصار الهجمة اخر سطر معاك بيقولك ايه؟ يتم اعادة تعيين تطبيق الفار يعني تبدأ تحسب الفار من امتى؟ ري سيت بداية ري سيت بداية اللعبة عندما يكتسب الفريق المنافس السيطرة على الكرة اهي عندما يكتسب الفريق المنافس السيطرة على الكرة كونترول كونترول اوف زابول السيطرة على الكرة او عندما يبدأ الفريق المهاجم حرقة جديدة او تاكتك جديد نيو تاكتك موف لعيب البنك الاهلي استلم الكورة بعد ما جات فيه درامי ربيعة وبدأ بيلعب الهجمة وبيشوت الكورة كانت ممكن الكورة ما تقبطش بحد من الاهلي وتروح لمهاجم ينفرد بمبرمة مصطفى الشبير وتبقى هجمة جديدة بش دي الهجمة الجديدة هو ما تسيطر ع الكورة حتى كان بينفسه ع الكورة استلم الكورة وسيطر ع الكورة شطها خربت في العيب في الاهلي بدأت هجمة جديدة تقنية الفرب تدخل ليه نفس اللعبة في مباراة الاهلي والبنك الاهلي حالة استقناف لعب تقنية الفرب تدخل ليه هي روح البروتوكول دايما مع النادي الاهلي يعني أنا عايز أفهم بس الحكام روح البروتوكول دايما مع النادي الاهلي إيه الفكرة في ده طب لما نجيب لكم ده على الشاشة والقانون بيقول كذا وكذا وكذا اللجنة فين الحكام دي بتدرس إيه بتشرح لهم إيه إيه اللي بتقلل الحكام بالشكل ده بالمنظر ده يا جماعة ما ينفعش الدول المصري كل مشاكل الفرب الشكل ده أنا ممكن أتقبل خطأ تحكيمي في أي لعبة ولكن خطأ في تطبيق البروتوكول أو في القانون دي كرسة واللجنة عادي لا بتعتذر ولا بتطلع بيان يا جماعة دي لعبة دي رياضة دي كورة اطلعوا عادي جدا مش هنزعل والله ولا حد هيزعل بس اطلعوا اشرحوا للناس الصحة من الغلط علموا الحكام الصحة من الغلط بعد كل ده مش هينفع مع القصة دي كلها لخبراء جانب محصوم يا جماعة فرصة واثنين وثلاثة ويمشي فاروق برايم نور الدين ويجي الكابتن ياسر ويمشي الكابتن ياسر وكان قابليك كابتن جمال ويمشي الكابتن جمال وكان فيك كابتن عصام وفي الآخر المحاصلة هي هي النتيجة هي هي الأخطاء هي هي عارفين ليه عشان المسألة مش مسألة فنيات بس مسألة علاقات وبالحب وبالكر بنشوف التعينات ده للأسف اللي احنا بنشوفه الفترة الأخيرة